اتكلمنا على Laravel 12 ورغم انه ما كانش فيه تغيرات ضخمة لكنه جاب معاه شوية تحديثات قوية زي الستارتر كيتس لكن دلوقتي Laravel 12.1 نزل والمرة دي التحديث فيه مميزات قوية خلونا نستعرض كل الحاجات الجديدة مع امثلة عملية قبل اي حاجة تعال نعمل update سريع الاول للنسخة الجديدة نبدأ باول ميزة وهي الpartition لتقسيم الarrays والcollections بسهولة الميسو دي بتسمح لك تقسم الarray لمجموعتين حسب شرط معين هتكون مفيدة جدا لو بتفصل مثلا المدرين عن المستخدمين او بتصنف الطلبات الجديدة عن اللي خلصت وغيرها من الاستخدامات فعندنا في المثال ده مجموعة الارقام من صفر الخمسة عايزين نقسمهم الى زوجي وفردي هنستخدم الcondition باقي الاسمة لتحديد ان كان الرقم ده زوجي او فردي فلو كان بترو هيتسجل في الـ events وان كان بفولس هيتسجل في olds تعال ناخد الكود ده وننفزه عندنا ونعمل command جديد اسمه test ونحط الكود اللي نسخناه فيه ههايش الجزء الخاص بالـ array وغير اسماء الـ variables الـ events هخليها new events والـ odds هخليها new odds وهضيف جزء تاني خاص باستخدام method أديمة عشان نحصل على نفس النتيجة هسمي الـ variable الاولاني old events وهحول الـ array لـ collection وبعد كده افلتر بباقي الاسمة الزوجي وهعمل variable تاني old odds او كوبايله تكمل الكود اللي محتاجه الخاص بالفردي دلوقتي هنطبع النتيجة بتاعت كل الـ variables ونروح ننفذ الـ command هنلاقي ان new events هي هي الـ old events والـ new odds برضو هي هي الـ old odds بس فيه فرق في الكود فاننا اختصرنا العملية في سطر واحد باستخدام بارتشان والميزة برضو اننا نقدر نستخدمها في class الـ array كمان تاني ميزة عندنا وهي الـ get row sequel وهي عرض الكويري لو واجهت قبل كده مشكلة في استعلام قاعدة البيانات ومش عارف الـ sequel الفعلي اللي كان بيتمفز دلوقتي تقدر تشوفه بسهولة قبل كده لو استعلامك فشل كان لازم تطبع الـ sequel يدوي او تفاعل الـ query login لكن دلوقتي تقدر تعرض الكويري دي باستخدام get row sequel وبكده تقدر تعرف الاستعلام بالكامل وده هيخلي الـ debugging اسهل بكتير تعالى نمسح الكود القديم ده ونعمل كويري بسيطة عن عدد المستخدمين تعالى دلوقتي نستعلم عن كولوم مش موجود ونشوف النتيجة طبعا النتيجة error هو صحيح الكويري طلع في الـ error بس تعالى نعمل الـ error ده بطريقة professional شوية هنحط الكويري دي جوا try ونعمل catch على الكويري exception تمام كده احنا طبعنا الكويري نفسها اللي حصل بسببها الـ error تعالى بقى نخليها تتحفظ في اللوج احسن وطلع رسالة error للمستخدم تانية دلوقتي طلعت رسالة الـ error للمستخدم انه يتصل بالـ admin عشان فيه مشكلة والـ error تسجل عندنا في اللوج وقدر ابص على المشكلة دي في اي وقت في اللوج الميزة التالتة وهي ميسود context scope ادارة الـ context في اللارفل بيت اسهل بكتير مع الميسود الجديدة دي قبل كده لو كنت محتاج تضيف صياق مؤقت لجزء معين من الكود كان لازم تضيفه وتمسحه يدويا يعني في المثال ده حاطت الفرجات في الفاينالي عشان اخليه يتمسح دلوقتي الطريقة اسهل وانضف باستخدام context scope مش محتاج تمسح الصياق يدوي والـ larovil هو اللي هيعمل كده تلقائي الميزة الرابعة وهي اختبار اوامر الـ artisan بقى اسهل بفضل tab able to read في unit testing دلوقتي تقدر تضيف توقعات اضافية او تنفذ اي كود في نفس الكود من خلال tab وده بيخلي الاختبار اكثر مرونة وقابلية للتخصيص في unit testing تعالوا نشوف مثال عملي اول حاجة غيرت اسم الـ command الخاص بالتست عشان امر التست artisan test يشتغل بعد كده ضفت command تاني بينفذ المثال الخاص بorder refund وخليته يطبع start refunding ولو فيه variable ids يبدأ يشوف ان كان الـ variable ده بيسوي اتنين يطبع ايروف غير كده يطبع refunding order with id ويطبع رقم الـ order ده لو مفيش variable ids يطبع nothing to refund وعملت ملف test باسم refund orders test وعملت variable ids اللي هيبقى الـ order id وبعد كده ينفذ امر artisan order refund ويبعث الـ order id وقلت له متوقع انك تلاقي رسالة start refunding وبعد كده قلت له tab لو variable id مش فاضية متوقع انك تلاقي الرسالة refunding order with id ورقم الـ id غير كده متوقع رسالة nothing to refund فحددت له بالضبط الرسالة المتوقعة من الـ comment ده حسب المكتوب وفي حالة الـ order رقم اتنين المفروض انه مش هيكمل test وهيدي ايروف تعال انجرب دلوقتي انا هنا مسحت كل ملفات التست اللي نازلة مع الـ larval علشان نفوكس على الجزئية ديت بس اول تجربة بدون order id هسويب null متوقع رسالة nothing to refund وهيدينا انه تمام ثاني تجربة order رقم واحد refunding order with id 1 وهيدينا انه تمام ثالث تجربة الـ order رقم اتنين وده اللي هيددينا الـ error وبالتالي هنا قدرنا نخصص الرسالة المتوقعة حسب شروط معينة من داخل الكود على طول واخيرا في تحسين لفة انتباهي في الـ event steam الـ event steaming في اللارفل بقى اقوى واكتر مرونة دلوقتي بقى بيدعم custom events ورسائل البداية start messages وده هيكون مفيد جدا في تطبيقات الـ real time تعالوا نشوف تطبيق بسيط عملته بيقوم بارسال اخبار كل 3 ثواني بيبتدي الكود بالـ start message وبعد كده مجموعة الاخبار وهنا مستقبل الاخبار برضو ببتدي باستلام الـ start message لما نشغل التطبيق هنلاقي ان كل 3 ثواني يظهر خبر جديد وبالكونسول تحت هتلاقي الـ start message وبعد كده استلام الخبر وبعد كده الـ connection وقف بعدما الاخبار خلصت وبيتم اعادة الاتصال تاني وبالتالي يظهر الـ start message تاني وبعد كده يظهر نفس الاخبار تاني لو عايز تشوف تفاصيل الكود هتلاقي الرابط مرفق بالـ description وبكده نكون غطينا كل الجديد في الـ level 12.1 الاصدار ده صحيح مش رئيسي لكنه مليان ميزات قوية هتحسن طريقة كتابتنا لكود بشكل يومي ايه اكتر ميزة عاجبتك؟ وهل بدأت تستخدم level 12.1؟ شاركنا رأيك في التعليقات وقل لنا ايه رأيك في التحديث الجديد؟ ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان توصلك احدث الفيديوهات